اشتركوا في القناة 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 هذه نسبة شنو الفورمد المنس اللي هي 45% نأتي البلازم اللي 55% راح تتكون من 91% water and 8% proteins and 1% others راح نعيد هنا على blood cells 3 types of cells are present in the blood red blood cells or erythrocyde قراءة الدم الحمر white blood cells قراءة الدم البيل أو نسميها lycosides or platelets or thrombocytes صفيحات الدموية hematocrit value if blood is collected in a hematocrit tube along with suitable anticoagulants إذا الدم راح نجمع في انبوب هذا الخاص بالتحليل مات الدم يحتوي على مانع للتخثر وcentrifuge for 30 minutes سونا للcentrifuge 30 تقريب دقيقة بسرعة 3000 rev per minute 3000 دورة بالدقيقة around per minute the red blood cells settle down at the bottom راح تستقر في قعر الانبوب having a clear plasma at the top والبلازمة راح تكون راح تكون في الجزء الثاني العلوي والformed elements راح تكون بالجزء السفلي بسرعة المتعار بسرعة بسرعة 35% و الشابت بالدقيقة بسرعة 45% من البردين المتعار الكلام الكلام المتعار بسرعة 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 حجم الدم الحمراء يعبر عنها تسمى بسرعة 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 بوفي كوت ستكون طبقة هذا الطبقة البيضاء التي تحتوي على الويت بلات سيلز ماذا سنقبل قليل من الرسم الذي قبل وصورة وافحة ومفهومة جدا بإذن الله هنا نورمال نورمال بلات سيلز طبعا هذه كل الأرقام موجودة تطلعون عليها إن شاء الله موجود عدنا الجلوكوز والكرياتينين والكولسترول البلازما بروتين بالروبين ايرون كوبر كالسيوم صوديوم بوتاسيوم ماغنيسيوم كل واحدة إلها الرنج الطبيعي في الدم الجزء الثاني البلازما كم عبارة عن قش ملوى النقي الوهاب السائل السائل البلازما نسميه نحن تحتوي على المؤمن الماء وثمانية على سعب الماء وثمانية على سعب الماء يحتوي على مواد الصليبة التي تكون السعب الماء الآن نحصل على الماء بمثل ثلاثة عمية مية مية صوليدز أيضا يحتو على سبعة أثمانية بالمية الأورغانيك سبستانسز الأورغانيك سبستانسز وإن أورغانيك سبستانسز الأورغانيك سبستانسز اللي هي أيضا تطلعون عليها يعني البلازما بروتين أمينو أسيد كاربوهيدريت الفات انترنال سيكريشن إنجام نانو بروتين نيتروجينيس وانتبادي كالجز أيضا يننل أكسجين كاربون ديوكسيد الأورغانيك سبستانسز أيضا تقريب عشر من المواد نصديم كالسيوم كالسيوم مغنيسيوم كالسيوم بيكاربونين أورغاني نرى كوبر السيرم السيرم هذا السيرم هو نفسه تقريبه لبلازما الدم وصل الدم وبلازما الدم نفسه ولكن شنو ينضح منين ينضح من الخطرة الدم عندما نسحب كمية من البلد من المجرى الدموي ستكون هنا نضحه في محتوى او كنتينر ستتجلط هذه المادة في هذه الحالة معنى أن هذه المادة الفيبرينوجين الموجودة في البلازما ستتحول إلى مادة الفيبرين ومن المجرى الدم يكون في هذه الحالة خطرة الدم بعد 45 دقيقة وراءة 45 دقيقة بضبط 3-4 ساعة السيرم اوزز out of the blood clothe ستبدأ هذه الخطرة الدم ستنضح منتها مادة أو سائل يسمى بالسيرم في حالة المجرى الدم ستنضح من المجرى الدم ستنضح من المجرى الدم من المجرى الدم ستنضح من المجرى الدم ستنضح من المجرى الدم المجرى الدم ستنضح من المجرى الدم ستنضح من المجرى الدم المجرى الدم ستنضح من المجرى الدم ستنضح من المجرى الدم المجرى الدم ستنضح من المجرى الدم ستنضح من المجرى الدم الوظيفة الغذائية فإذا لدينا هذه المواد اللي هي الجلوكوز الحوامض الأمينية الدخون الفيتامينات يمنين جاية أصلها؟ أصلها جاية من الطعام المهضوم الجهاز الهضمي والممتاز من خلال الجهاز الهضمي تنحمل عن طريق الدم إلى مختلف أجزاء الجسم لغرض النمو وإنتاج الطاقة إذن هو راح ينقل الغازات التنفسية إذن تنقل أو تحمل الدم من الحواصلات الهوائية في الرئة إلى مختلف الأمين أنسجة في الجسم وتسحب من أتهى الثاني أكسدي الكاربون وترجع إلى الألفولاي للنمو إكسكرتري فونكشن وست بروديكتز المنتوجات الغير مروب بها أو الضارة التي تنتج من خلال مختلف العمليات الأيضية راح تطرح أو تزال من قبل الدم راح تنضرح عن طريق تنقلها إلى الأكسكرتري أورغانز الأعضاء الإخراجية اللي هي مثل الكلية والجلد والكبد راح تنفرز وتنطرح مباشرة إلى الدم تنطرح من الغدد الصماء ومباشرة تصل إلى أو يعني تخرج من الغدد الصماء زين مباشرة راح تنطرح إلى الدم راح ينقلها الدم إلى مواقع عملها المخصصة إلها في الأورغانز أو الكشوز وكذلك أيضا مثل ما ينقل الهرمونات ينقل الإنزيمات تنظيم أو عملية التوازن الماء مكونات الماء للدم بصورة حرة تدخل وتخرج من الغدد الصماء مكونات الماء في الجسم تنظيم أيضا في تنظيم عملية التوازن الحامض والقاعدة تنظيم عملية التوازن الماء للحرارة من الغدد الصماء تنظيم عملية التوازن الحرارة المفقودة والحرارة المكتسبة بالجسد تحتاج بصورة ثابتة إلى الماء تنظيم عملية التوازن الحرارة من الغدد الصماء تنظيم عملية التوازن الحرارة من الغدد الصماء تنظيم عملية التوازن الحرارة من الغدد الجسم الإنسان أو الجسم من المسؤول عنها هو قرية الدم البيضاء تلتهم البكتيريا بيوبوغوسيتوس بعملية التهان المفوسيت مسؤول عن التطور المناعي في الجسم وإذنه تساهم في تثبيت أو مسؤول عن تثبيت السمية وإزالة الإجسام الزاعدة الغريبة مثل البروتينات الغريبة من جسم الإنسان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته